طيب سلام عليكم يا شباب. عايزين دلوقتي السريك كده نراجع على محضرة الهيم. نعرف اهم المواضع فيها. ويعني نحاول نستنتج شوية للسؤال هيجينا هيجي ازاي. بسم الله. اول حاجة عندنا عايزين نبدأ فيها الهيم. جميل. اعرف ايه? اعرف ان هي عبارة عن سايكليك تترابيرول. اللي انا سميته ميتالو. ميتالو نسبة الى وجود الحديد. وبورفرن نسبة الى السايكل بتاع البورفرن. حلو? اه ويه سايكل قلنا حلقة وتترى يعني اربعة اربعة حلقات من البيرول. جميل. بعد كده عايزين هنا نعرف ومهم جدا 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 ان البروتو بورفرن اللي داخل في حديد هو طائب تسعة او طائب تلاتة. الاغلب طائب تسعة لكن طائب تلاتة. بعد كده هو بيقول لي ان البروتو بورفرن داع بارة عن بورفرن آآ رينج حصل فيها شوية تعدلات مش مهم او بس اعرف ايه ان النوع الحلقة هنا يا تسعة اي تلاتة وجواها حديد في صورة في الراس في الراس يا جماعة ما ما يلغبطكش وما يعني او يحط فرك في الاختيارات وما تاخدش بالك. طيب. بعد كده احنا عنيمش بقى بترتيب الدات المراتي. داخلنا على المركبات اللي اللي يخش في تكوينها. وقلنا انه هو مركب في هيم وبعدنا هنضيف معه بروتين. قلنا مهمة او مهمة. ليه يجيب لي سؤال في الامتحان ويقول لي. او آآ استركشور اللي هيم بيخش في تكوينهما عادة. يبقى انا ايه? يبقى انا هحافظ الامثلة. قلنا هما مين? الهموغلوبين والمايغلوبين اللي هو الهموغلوبين بتاع العضلات. السيتوكروم. وده المثال مهم جدا عشان هيجي بعد كده عندنا في السيتوكروم ربعمية وخمسين. البيروكوزيتاس والكتاليز والنيتريكوكسايت واخر المثال عندنا اللي هو تريبتوفان ضايكسوجينيز. حلو. بعد كده دخلنا في اهم المثال اخدناه من امثلة الهيموبروتين اللي هو مين? اللي هو الهموغلوبين. طيب. هنا ما فيش حاجة يعني بهذه الاهمية لكن نعرف ان الالفا تشين بيكون فيها 141 امينو أسد. وان البيتا تشين بيكون فيها 146 امينو أسد. طيب. عايزين نعرف بتاع الهيموغلوبين. مهم? مهم جدا. الهيموغلوبين هو عبارة عن بروتين بارت وين. طيب ايه هو اللي هو بسميه الجلوبين? الجلوبين ده بيتكون من ايه? من اربعة امينو أسد تشين هم مين? على حسب النوع وهنجيلهم دلوقتي. طيب. واربع جزائيات هم. كل امينو أسد تشين? مرتبط بيها ايه? مرتبط بيها جزائي هم. وبالتالي هيشيل كم اكسوجينة? سؤال مهم جدا نيجي في هايشيل كل جزائي هموغلوبين هيشيل اربعة اكسوجين. طيب. نيجي بعد كده الروابط اللي حوالين اللي حوالين آآ الفرس آآ في جزائي الهيموغلوبين. قلنا مهم ليه اعرف ان هو لازم يكون في الحالة السنائية الفرس. قلنا علشان ان هو يقدر يكون ستة كوردنيشن. رابطة ما بين حاجة ميتل وحاجة نون ميتل. طيب. ايه هم الستة كوردنيشن ده انا عايز اتكلم عنهم? اربعة مع الفور آآ بتاع البورفرين رينج. يبقى اربعة من الحديد مع البورفرين رينج اللي هو عشان يتكون جزائي الهيم. جميل. كوننا جزائي الهيم. عايزين نحط جزائي الهيم جوه الجلوبين. يبقى انا هجيب الهيم واروح ربطه باماينو اسد. من الاماينو اسد اللي مكونة البولي بطاية تشين. انهي اماينو اسد نعرفها مهمة جدا اللي هو الهستيدين. رقم تمانية مش مهم. لكن المهم ان انا عرف ان هو بيرتبط بالهستيدين. طب انا كده عندي خمس روابط اربعة مع البيرون وواحدة مع الهستيدين بقى جوه الجلوبين. استادسة اللي فضلها هيعمل فيها ايه? هنشيل بها اكسجين. وزي ما احنا قلنا انه كل جزائهين بيشيل واحد اكسجين وبالتالي الهيم جلوبين يشلي كم? يشلي اربعة اكسجين. جميل. اللي بعده. هنا. كنا قلنا ان احنا هنبدأ نقسم الهيم جلوبين. على حسب ايه? على حسب نوع البولي بطاية تشين. وده اللي كنا بنتكلم فيه لما قلنا عايزين نعرف الجلوبين ده بيتكون من ايه? احنا قلنا ان احنا مثبتين انهما اربعة بولي بطاية تشين. جميل طب ايه نحهم? والله لو هو ادلت وفي الاغلب هيكون اتنين الفة واثنين بيتا. طيب لو هو ادلت برضو ممكن بنسبة قليلة جدا يبقى اتنين الفة واثنين دلتا. واخر حاجة عندنا الفيتوس اللي هو الجنين اسناء ما هو موجود في رحم قومه اللي هو اتنين الفة واثنين جامع وده بيبقى عنده ايه? هاي افينيتي للاكسجين. اللي هو مين? اللي هو بعد كده قلنا الهموغلوبين دريفاتيفز. وقلنا بتعتمد على ايه? على الربطة السادسة في الحديد ملتبطة بايه? والله لو هي شايلة اكسجين هسميه اكسي هوموغلوبين. ودول النورمل اللي بيكون موجود في الارتوريال بلوت. طيب لو هي مش شايلة اكسجين هيبقى اسمها ريديوس دي هوموغلوبين. هل هو ده نورمل? اه ده نورمل برضو. ده اللي بيبقى موجود في الفينوس بلوت. جميل في اتنين ابنورمل عندنا. هم مين? هم الكاربون المونوغلوبين اللي هي ما يكون شايل الكاربون تباين وده هسميه كاربوكسي هوموغلوبين. يبقى كاربوكسي شيل ايه? كاربون مونوغلوبين وعرفنا ان دوا الهموغلوبين بيبقى عنده هذه كاربون مونوغلوبين بيبقى اكتر من الاكسير و دي حاجة مهمة جدا. عشان كده بيحصل لي تسمم في حالة الحرايق او لما يعني يكون الكاربون الموغلوبين زائد عندي. جميل اخر هاجة عندنا اخدناها اللي هي الميت الميت هوموغلوبين مين الميت هوموغلوبين ده يجي لك سؤال في الامتحان مين الميت هوموغلوبين ده هو الهوموغلوبين اللي بيحتوي على حديد في صورة في الريك في صورة في الريك وبالتالي هل هو قادر ان هو يشير الاكسوجين او مونوزيت او اي حاجة تانية لا هو عنده بس خمس روابط وخلصهم تمام طبعنا هالمشكلة دي حلها ازاي اجيب له نايد بيتش بلاس اتش علشان اعمله ورجعه للصورة السنائية اللي هو الفرس جميل قوي بعد كده دخلنا في جزء مهم جدا 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 من هنا صبح يا جماعة اللي هو مين في الجزء البروتيني اللي هو الجلوبين اتكلمنا ان هي يا اما تبقى معتمدة على الكمية لكن نحفظ الكلمة دي مهمة جدا ودي سمتها جميل يا اما هتبقى وديا المعتمدة على ان بقى ايه بقى ابنوربل يا اما في اوين واسد عندنا اه اختفى يا اما حصل فيه يعني ايه يعني اتبدل مع اه انواع تاني طب تعالوا نشوف الكلام ده اول حاجة السليسيميا وديا نين اللي هي المشكلة عندنا فيه يبقى عندنا حصل ايه طب المشكلة عندنا بالزيادة ولا بالنقص لا طبعا بالنقص في الفورميشن يا اما بتاعة الالفا يا اما بتاعة البيتا وديا بتحصل بسبب ان حصل في الجين فالهموجل بن عندي مش هيكون نورمال مش هيكون نورمال وبالتالي مش هيعرف في شيء طيب ايه الانواع عندنا قلنا على حسب الجين حصل في ميوتيشن ايه فين الصورة ديا شرحناها بالتفصيل عشان بس لوقت المراجعة ما يطولش انا عايز اعرف منها ايه عايز اعرف منها ان عدد الجين المسؤول عن تكوين البيتا تشين هم اتنين جين وبالتالي انواع السليسيمية اللي هتكون من البيتا تشين هي اتنين برضو جميل بعد كده قلنا لكن عدد الجينات المسؤول عن تكوين الالفا تشين عددهم اربعة وبالتالي عدد انواع السليسيمية اللي هتتكون من الالفا تشين كان اربعة جميل اول حاجة عندنا والله لو هنتكلم عن الالفا تشين اول حاجة لانها اهم. احنا قلنا اربع جينات ممكن يحصل فيها خالي. لو حصل في واحد اللي هيكون عندي كارير. مهمة 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 جدا. السلسيميا يا جماعة اللي بتكون في واحد عنده جين واحد حصل فيه ميوتيشن. يقول لي جين واحد حصل فيه ميوتيشن. يقول لي عنده تلاتة سلام. هقول له ده مش ظاهر عليه اعراض ده. جميل. طيب لو واحد عنده مشكلة في الاتنين هيبقى عنده ايه? اتنين سلام? واتنين فيهم مشكلة. يبقى هيظهر عنده حاجة اسمها وهيظهر حاجة طيب لو المشكلة في تلاتة يقول لي عنده مشكلة في تلاتة يقول لي عنده جين واحد هقول له دي حاجة اسمها ودي ايه? جميل. اه وجماعة معلش عشان انا كنت قلت هناك ان السلسيميا معلش بالسهوة مني في الفيديو الاصلي ان هي هيكون فيها ده لا انا انا كنت قلت طب انا براجة السلسيميا هنا فيها سيفير انا اخر حاجة عندنا اللي هو لما يكون في الفورو الفا آآ اللي هي جين جلوبين جين بسميها هو موزايكوس وده ساعتها اصلا الطفل دو يا اما ما بيتولدش ما بيتولد ميت يا اما لما اول ما بيتولد آآ بيموت. جميل? جميل. بعد كده هنخش على النوع التاني اللي هو ممكن يحصل ايه? اللي هو ممكن يحصل في البيتة البيتة تشين طيب اللي ممكن يحصل عندنا في البيتة تشين احنا قلنا ان هي مسؤولة عنها اتنين جين والله لو جين واحد هو اللي حصل في مشكلة هنا اسمه تريت افمال لانا عندي سلسيميا تريت في الالفا كانت مين لما يحصل مشكلة في اتنين جين وحنا قررنا بالموضوع ده يبقى انا عندي هنا حصل مشكلة في جين واحد فقداني حكا اسمها سلسيميا تريت ممكن يكون عنده ايه ميل دانيم يا برده. تمام طب فرضا ان حصل بقى في الاتنين جين هيموت? لا مش هيموت في حالة البيتة. هو ما عندهش ولا واحد سليم. لكن برضه مش هيموت. انا فرق ان انا لما بيبقاش عندي ولا جين سليم في حالة الالفة الطفل دون بيموت. انما لو ما كانش عندي ولا جين سليم في حالة البيتة الطفل ده ما بيموتش. هو بيعاني من وممكن انه هو يعني هو بيتولد عايش وبيعيش شوية بس غالبا مش هيكمل برضو لغاية ايه? لغاية الادلتهود. جميل. كده احنا خلصنا اول تأسيمة عندنا اللي هي كانت معتمدة على العدد وهي اللي هي السليمية. طب تعالوا ما نخش على تاني حاجة عندنا اللي هو ايه? معتمدة على يعني ايه عندي هنا? ان مش نورمال. ان مش نورمال. نوبة فيه. تمام? آآ طيب. آآ بنقول ان هنا عندي في البرايماري. في البرايماري. بتاع البلوبيني تشين يعني الامينو اسد ذات نفسها فيها فيها غلط. طيب تعالوا بقى نعرف مهمة جدا ديان ان ايه? ان انا سبت البيتا تشيني بقى كل الابنورماليتي عندنا هتحصل في البيتا تشين. اول نوع عندنا واهم نوع اللي هو السيكلسين آليميا مين الترتيب اللي حصل فيه المشكلة قلنا ان انا جبت اللي كان موجود في وحطيت مكانه طيب جميل ايه مشكلة دول ان هو هايدروفوبك هيترقم فجوز واحد ويميلي شكل اللي ايه آآ آآ طيب عندنا بعد كده قلنا ان لو كان الشخص دول جيناته واخد جين واحد بس سبب له موضوع ده فسميته هيتروزايكس هيكون مش هيظهر عليه اعراض وهيكون مقاوم للملاريا طيب دي اول حاجة عندنا تاني نقارن بقى ما بين التلات انواع دول مع بعض اللي هما السي والاي والدي اول حاجة عندنا السي المشكلة بتبقى في مين احنا سبتنا الجلوتامك اسد في الموضع كان في الموضع السادس طيب انا شلت الجلوتامك اسد وحطيت مكانه هناك كان الفالين طيب بعد كده عندنا مين من النوع ده قلنا ده نوع سين طيب النوع ايه. انا شلت مين سبتنا الجلوتامك اسد. موقع موضع كام ستة وعشرين حطيت مكانه اللايسين برضي. انا اللايسين كان عندي اتنين. نخلي بان اللي ستة هقوله يبقى انت كده في الهيموغلوبين سي. اللي ستة وعشرين هقوله انت في الهيموغلوبين ايه. اخر واحد عندنا اللي هو هيموغلوبين دي. طيب الهيموغلوبين دي دوا. المشكلة عندنا بتحصل فيه الجلوتاميك اسد اللي هو ترتيبه مية واحد وعشرين. هحط مكانه مين? هحط مكانه الجلوتامين. طيب. عظيم جدا. احنا كده خلصنا الهيموغلوبين وخلصنا كل ما يخص الهيموغلوبين. بعد كده جي عندي جزء بتاع ازاي انا بصنع الهيم. اول حاجة اعرف عنده ايه? ايه هو اهم مكان بيتصنع في الهيم. في اماكن تانية اه ممكن برضو في وممكن عندنا في بس اهم مكان عندي هو مين? طيب هل هو بيتصنع في الماتيور? الريت بلاتسل? لا ما بتصنعش. الريت بلاتسل. بتاعته احنا قلناه. اهم انا عايز اعرفها. ممكن بتريت ليميتنج ديان مهمة جدا. هي ايه? هي عملية ان انا بحط السكسيناريك وايه? مع الجليسين. وبوسط الانزيم اسمه اللي هو الانزيم دون هو الكي انزيم يبقى مين? هو بتاع تصنيع الهيم هو الالا سنزيم. بيحتاج آآ بيحتاج كو انزيم ايه وطبعا بيحتاج كو انزيم اللي هو مين? البايرو دوكسيل فوسفيت. عشان يصنعني يصنعلي الالة. طيب جميل. يبقى انا عندي يقول لي مين الكي انزيم هقوله الالا سنزيم يقول لي مين هي الريت ليميت انجيستيب اقوله ان انا اعمل اتحاد من السكسيناي الكو ايه? والجليسين عشان يديني الال. زي ما احنا قلنا هنا ان الكي انزيم هو الالا سنزيم. وبيحتاج كو انزيم اللي هو البايرو دوكسيل فوسفيت اللي هو احد بتاعت فيتامين بي ست. وبرضو عرفنا ان انا بالتالي بما اني دي الريت ليميت انجيستيب في تصنيع الهين يبقى الهين لما يزيد هيروح يوقف انهي عملية هيوقف العملية دي يبقى الهين بيعملها حاجة اسمها ايه? طيب. بعد كده عايزين نعيد الرسمة دي كده على السريع. ليه مهمة? عشان هنقسمها اسمين زي ما احنا قلنا. اللي هو فيه مكونين بالزبط اللي هم الدلتا امينو و عندنا جميل. طيب فيه كم انزيم عندنا فيه اتنين انزيم. يبقى انا عندي هنا فيه مركبين وفيه اتنين انزيم. من هم الاتنين انزيم عندنا اللي هو اللي اسمه ثاني اسمه ثاني مهمة جدا اللي هو الا لأنه بيتشيل جزائق ماية من الالف. طيب جميل. وتاني انزيم عندي اللي هو اللي هو اللي اسم ثاني او ايوه اللي هو مين اللي هو اليورو بورفوريونجين 1 سنسيز يبقى انا عندي قال لي والله حصل دفكت في الانزيم ده او في الانزيم ده وان يبقى هيديني حالة اسمها ايه اسمها الاكوت بورفوري طيب هيقولي مين المواد اللي تتراكم على حسب والله قال لي اللي حصل في هو الالة سنسيز يبقى الوحيد الالة دي هايدريز او البورفو بلينجين سنسيز يبقى المراكبة اللي هيتراكم عندي هو القالة. طيب. قالي والله حصل على المستوى بتاع دي او الاسم تاني ليه اللي هو يبقى مين هيترقم عندي المركبين دول اللي هو والقالة. ايه مشكلتهم? انه هم بيعملوا طيب ده بالنسبة لو كان الدفكت في طيب لو الدفكت في لو عندي الدفكت حصل على مستوى اللي تستيج من المركبين اللي انا عايز عارفهم هم اللي بوسطة هيتحول الى عايز اعرف مركب تلاهتةί هيحصل عليه ايه عملية تمام اللي هو بسطة طيب اللي ممكن يحصل عندي هنا ان انا لو حصل في والله اللي هيتراكم عندي هو مين هو تلاية طيب لو حصل عندي على مستوى اليورو برفرونجين دي اكسي دي اه اللي هو دي كاربوكسيليز مين اللي هيتراكم عندنا اليورو برفرونجين تلاية طيب ايه المركبات دي ايه مشكلتها مشكلتها ان هي بتروح تتاكسد وتتاكسد وتديني حلقة بورفرين لما بتتعرض للضوء بيطلع منها تروح تعمل دامج للخلية وبالتالي يبقى عنده الشخص دوان ايه فوتو سينس تفتعل وما تشوف الكلام دوان ايه عسرية كده دي انا اسماء الانزيم تانية ومهمة جدا 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 جماعة انا حفاظها مهمة جدا طيب يبقى ما اخدت عندي البورفيريا هو ايه هو اللي بيحصل في السينسيس بتاع الهيم طيب طيب هل هو بيكون كومبيليت لا طبعا كلمة بارشيال دي مهمة جدا 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 طيب دي اول حاجة مهمة في السلايد دي ايه تاني حاجة مهمة عندنا ان هو ممكن يحصل في اي خطوة في معادة الالة سينسيس مستحيل يحصل في تمام عندي ايه المشكلة هنا ان انا عندي الهيم هيقل انما عندي الالة مركب الالة هيزيد ليه عندي مركب الالة هيزيد علشان انا ما بعملش على الالة سينسيس اه طيب ايه عندنا طيب كلمة بارشيال قلنا ان هفصرناها ان الشخص دون طبيعي طول ما هو محملش على نفسه وما اضطرش جسمه ان هو يصنع مركبات كتير من المركبات اللي بتخش فيها الهيم طيب دون عندنا ازاي شخص يحمل على نفسه ان هو مسلا يزود احتياجه للسايتو كروم بي ربعمية وخمسين ازاي ممكن ازود الاحتياج للسايتو كروم بي ربعمية وخمسين زي ده ناخد بعض الدربات زي الاستروجين سواء انا بخدها من برا او بريغانسي انا عندي والله لو جالي كيزو فيها الحالة دي عندها وبعدين قال ان هي بريغانسي يبقى هي معرضة الى البورفيري تمام برضو اللي هي اللي هو مضادات السرع آآ بعض الادوية الانتي بايوتيك زي السالفونامايت دون هيزود الاحتياج الى بي ربعمية وخمسين طيب ساعتها يا اما على حسب هل هو حصل في اللي هو مين اللي هو اللي هو اللي هو سمينا الالة دي هيدريز او اللي انا سميته ونخلي بانا ان ده ان تابع مين تابع ما لغبطهوش مع آآ طبعا آآ هنا هنقول ان المركبات على حسب احنا قلنا الالة هي تتراكم الالة الوحدة هي تراكم الالة او على حسب حصل امتى ايه المشكلة هنا مشكلة ان المواد دي عم بتكون تكسك الابدومينال نيرف اكتر حاجة وعمتا كل النرفات والسنترال نيرفا سيستم فهتبدأ ان هي تعمل ابدومينال بين وتعمل وتعمل آآ نيرو آآ نيرو سيكاتريك زي سمتوم زي والديبريشن والحلوسيشن تمام بعد كده اخدنا اخر حاجة عندنا اللي هي مين اللي هي الفوتو سنستيرتي طيب دي اما بتحصل امتى بتحصل في بتاع ايه بتاع المركبات الحلقية اللي هي سمناها البورفو البورفو البورفورينوشين حلو طيب البورفورينوشين اه عندنا دي هي حصلها يبقى عندنا للبورفو برينوشن بريديوس القروس بوندينك بورفرين طيب البورفورين دي ايه مشكلتها ان هي يعني ايه يعني لما تتعرض للايت اه ان هي بكم اغزيلة اند ري اكت اكسوجين تمام يعني هتتفاعل مع الاكسوجين عشان تعمل الاكسوجين راديكال اللي هي فري راديكال بتعمل دامج للسل وتطلع منها اللي هي تروح تعمل اصابات للسكن المسال اللي عندنا مسال حاجة اسمها الكوتينيا تريد مين هي الكوتينيا تريدا بتحصل بسبب في اليورو بيرفرونجن دي كاربوكسليز وفي حاجة عندنا اسمها الكوربو بيرفيريا طيب الكوربو بيرفيريا يعني مين عندي كتير في الدم الكوربو بيرفرونجن ثلاثة يبقى الانزيم اللي بعده هو اللي حصل فيه ديفيشنسي دوامين لهو الكوربو بيرفرونجن اتمنى الامور تكون واضحة ربنا معكم يا رب